من الحال يمني اسمي طاها يحياء علي عبد المهيمن بديت بالنحلة من 2006 وكان من 2006 كل سنة تكاثر تكاثر النحل وانتاج ما شاء الله يعني انتاج يعني ما بشكل ما يتخيل انتاج كميات والمبيدات متأثر فيه قصة انتاج والنحلة البداية معي من 2006 بديت بثلاثين صندوق حتى قال 2015 معي ثلاثة الف الفين وستة عشر بديت اطلع فوق الثلاثة الف لما وصلت حتى سبعة الف خلية الفين وعشرين وصلت سبعة الف خلية من الفين وعشرين ظهرت لنا مبيدات اه مبيد حشري يعني ضارة بالنحلة غير طبيعية من الفين وعشرين او الفين واسعة عشر بديت قليل بالفين وعشرين انت شرك وبدأ بديت حتى الانتاج الاقواء اخففنا كانت حاولت اني اوصل عملي كشغل مؤسسة كشغل شريكة بالنحل يعني ما اكو شغل نحال بس كشغل شريكة بالنحل عدة مواقع عدة ديالنات استهدف شبوة حضرموت العصيمات صعدة الجوف بس اصبح المناطق اللي بهن الصم تنتهي الناحل في بهن يعني مع فاق معنا لمناطق محصورة اللي عادية توجد ما في بلا زراعة لا قات لا حتى لا اصبح انه لحد الحب حب الطماط السم هذا يوصل لهن واستهدفنا اصبحنا نهرب الصحاري اللي عادية ما في بها الزراعة وخفت الكمية الانتاج يعني مع هروبنا من القات من المناطق اللي في بها قات الانتاج خفي علينا لانه الاكتر المناطق في بها اكتاحت علينا السدر والعسل هذا مع بلا الانتاج قليل بحنا سبب المبيد الحشري نهرب المناطق اللي هي بعيدة وتتزاحم علينا النحل والانتاج يخف كل سنة يخف يعني لا حتى وصلنا وقوف انماء بالنحل وقفنا من الانماء يعني تكتير الكمية خلاص وقوف يعني على سبعة الف واقف انا من النحال الكبار اللي يشتغلوك وشغل شرائك ما بالنحال الزغار عدد كبير يعني عدد لا يتصور اكثر من ثمانمية نحال اللي يخلص اكثر من ثمانمية نحال هذا اللي هم الطبق اللي هم معي اللهم ميتين صندوق ثلاثمية صندوق هذا انتهي وما اذكرش النحال الكبار غيري اللي من حضره موت انتهت عليهم نحل عندنا بالشمال هذا نرقب من الدولة والقهات المختصة والوزارة اني تساعد معنا كنحال اكبر دعم لكل نحال لكل فرد اني يكون انا في امان يعني انا الان اصبحت ما فيش امان عندي يعني مثلا من اللي اروح بعد نحلي مثلا من اللي خايف صاروخ من الناس يعني خايف نسهم هذا اي بروش هذا اي روش اصبحت انا ولا الرعية بقضية يعني اصبح الرعوي عدوي صاحب المنطقة اللي يقع عنده انا بدل ما يكون هذا يشوف له انا كعدو هو يشوف له كعدو لاني انا مشوش يسمم حقه لذا وهو في البديل الشيوم يبقى البديل من المبيدات هذه اللي تكون ما هي ضارة بالنحل يعني اللي تكون تفيد المزارع وانا ما اضرر كنحال يمني اشتركوا في القناة